بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 part 4 location of maximum shear for beam design احنا بنعمل design بتاع الكاميرات against the flexure يعني الكاميرا تبقى safe ومن ناحية الشير طيب عشان نعمل design بتاع الكاميرا against the shear لازم نحدد الاماكن اللي بيبقى فيها maximum shear طيب ايه لو ايحصل لو انا ما صممتش الكاميرا صح علشان تقوم الشير ممكن يحصل عندي مجموعة cracks والcracks حتى بيبقى الشبع بتاعها من عند الصبورت بتبقى diagonal وغالبا بتعمل زاوية 45 علشان كده المنطقة ديت اللي هي هي هيبقى فيها maximum shear محتاجين نحسب shear force maximum ونبدأ نحسب المطلوبة علشان تقوم الشير والكاميرا تبقى safe فعندنا اكتر من كيس علشان نحدد فيها مكان maximum shear كيس ايه لما يبقى عندي beam loaded on tension flange يبقى في الحالة ديت عند الصبورت ده الكريتكال سيكشن طب الكيس تو اللي هي الbeam column joint ده الكولم دي الbeam فين الكريتكال سيكشن بيبقى عن الفيس بتاع الكولم from both sides مسافة دي الكيس سي لما يبقى عندي beam supported by shear يعني في الحالة ديت مسلا عندي جردر وعندي secondary beam فين في الحالة ديت الكريتكال سيكشن ده بيبعد مسافة دي من الجهتين بتاعة الكاميرا الكيس دي اللي هي الbeam supported by tension force لما يبقى عندي كاميرا والكاميرا ديت معرضة لتنشن فورس في الكريتكال سيكشن يبقى عندي الفيس بتاع الصبورت الكيس الاخيرة اللي هي الbeam with concentrated load close to support انا عندي support وفيه concentrated load قريب منه فين الكريتكال سيكشن بتاع الشير في الحالة دي بيبعد عن الفيس بتاع الصبورت مسافة دي اذا حسب الكيس اللي عندنا نقدر نحسب اللوكيشن بتاع الماكسيمم شير ومنه نبدأ نحسب الماكسيمم شير فورس ونحسب الشير استرس ونبدأ نشوف احنا محتاجين استيره بسعد دي علشان الممبر اللي عندي يبقى safe against the flexion ترجمة نانسي قنقر